اشتركوا في القناة يا رب اتينا اليك في هذه الساعة لانك انت الى قدوس ومجيد ابو المراحم الابدية انت هو امس واليوم والى الابد اتينا لكي نجلس في محضرك لكي نسمع لصوتك لكي تكلم قلوبنا ارجوك يا رب ان تتكلم الى كل واحد منا وان تعظم اسمك في حياتنا جميعا ارجوك ان تفتح يدك وتبارك شعبك ببركات خاصة من عندك وان تتمجد في حياتنا جميعا وان تعظم اسمك فيما بيننا نشكرك لانك انت هو الرب الهنا انت هو الرب شفانا انت هو الرب القدوس انت الاله المجيد نشكرك لانك تسمع وتستجيب وتعظم اسمك في وسط شعبك ونشكرك لانك تكمل عملك معناه ليس لنا ليس لنا بل لاسمك نعطي كل المجد من الان و الى الابد امين امين دعونا نقرأ من كلمة الرب من سفر دانيال الاصحاح العاشر مبتدئين بالقراءة من العدد الاول في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف امر لدانيال الذي سمي باسم بلتشاصر والامر حق والجهاد عظيم وفهم الامر وله معرفة الرؤية في تلك الايام انا دانيال كنت نائحا ثلاثة اسابيع ايام لم اكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم ادهن حتى تمت ثلاثة اسابيع ايام وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الاول بسكنت على جانب النهر العظيم هو دجلة رفعت ونظرت فاذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقتان بذهب افاز وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المسقول وصوت كلامه كصوت جمهور فرأيت انا دانيال الرؤية وحدي والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤية لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا فبقيت انا وحدي ورأيت هذه الرؤية العظيمة ولم تبق فيي قوة ونظارة تحولت فيي الى فساد ولم اضبط قوة وسمعت صوت كلامه ولما سمعت صوت كلامه كنت مصبخا على وجهي ووجهي الى الارض واذا بيد لمستني واقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفا يدي وقال لي يا دانيال ايها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي اكلمك به وقم على مقامك لاني الان ارسلت اليك ولما تكلم معي بهذا الكلام كنت مرتعدا فقال لي لا تخفي يا دانيال لانه من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولازلال نفسك قدام الهك سمع كلامك وانا اتيت لاجل كلامك ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي واحدا وعشرين يوما وهو ذا ميخايل واحد من الرؤساء الاولين جاء لإعانتي وانا ابقيت هناك عند ملوك فارس وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الايام الاخيرة لان الرؤية الى ايام بعد فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي الى الارض وصمت وهو ذا كشبه بني ادم لمس شفتي ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف امامي يا سيدي بالرؤية انقلبت علي او جاعي فما ضبطت قوة فكيف يستطيع عبد سيدي هذا ان يتكلم مع سيدي هذا وانا فحالا لم تثبت فيي قوة ولم تبقى فيي نسمة فعاد ولمسني كمنظر انسان وقواني وقال لا تخف ايها الرجل المحبوب سلام لك تشدد تقوى ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لانك قويتني فقال هل عرفت لماذا جئت اليك فالان ارجع واخارب رئيس فارس فاذا خرجته وذا رئيس اليونان يأتي ولكن اخبرك بالمرسوم في كتاب الحق ولا احد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم وليبارك لنا الرب هذه الكلمة المقدسة ولإسم الرب كل المجد إلى أبد الآبدين آمين والسؤال كيف تتفاعل مع محبة الله كيف ترد صدى هذه المحبة الله يحبك وهنا يتكلم الله إلى دانيال في العدد الحادي عشر ويقول له يا دانيال أيها الرجل المحبوب يعرف أنه الله بحبه وسؤالي الله يحبنا الله محبة الله يحبك كيف تتفاعل مع محبة الله وكيف تتجاوب مع هذه المحبة وكيف ترد صدى هذه المحبة في حياتك الله يحبك وطبعا إذا بتلاحظوا معي دانيال كان فيه عنده أمر مهم وكان فيه أمور شاقة في حياته وكان على وجهه يصلي ثلاثة أسابيع أيام يعني 21 يوم عم بيصلي وعم يبكي أمام الله وكأنه لا يوجد إله ليستجيب الصلاة كان الله مش موجود وكأنه ما في حدا بيسمع واستمر لم يتوقف ولم يقف عن الصلاة دانيال بيقول الكتاب ثلاثة أسابيع ما كان يأكل طعام شهي ما كان يعمل أي شيء لنفسه ما كان يقدم أي شيء وكان يصلي ويصلي ويصلي وجاء الله إليه ليقول له يا دانيال أيها الرجل المحبوب من اليوم الأول حين وجهت نفسك إلى الله وحين تكلمت مع الله بالصلاة استجيبت صلاة من اليوم الأول طيب ماذا ماذا حدث قال هناك رئيس مملكة فارس وقف مقابلي واحدا وعشرين يوما شو عم يعمل هذا قال عم بعطل عم بعطل الوصول لك حتى يأكد لك استجابة صلاتك وكأنه أنت صلاتك لم تستجاب لكنها استجيبت من اليوم الأول وأنا اللي بدي أقول لك اليوم إذا أنت تعرف أنك أنت محبوب من الله كيف تتفاعل مع هذه المحبة وكيف ترد صدى هذه المحبة إذا الله بيقول لك أنا بحبك شو بتقله إذا بيقول لك أنا بقويك أنا معك لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك لأنك أنت لي ماذا ماذا ترد صدى هذه المحبة وأنا اليوم لمن عم بتكلم معاكم عم بشوف هذا الشخص اللي بيكلم الكتاب بدانيال المحبوب كيف تجاوب مع صدى محبة الله ومنتأمل في هذا الشخص حتى نشوف صدى هذه المحبة شو بيعمل في حياتنا ومنشوف هذا الإنسان بيقول عنه الكتاب أنه هو فهم محبة الله وإستطاع أن يدرك أن الله يحبه إلى هذه الدرجة وتفاعل مع هذه المحبة إلى أقصى درجة وأنا اليوم من الكلام عن دانيال ومن الكلام عن هذه الشخصية أريد أن أصل معكم لأنك أنت محبوب من قبل الله والله يحبك وأريد أن تتفاعل مع محبة الله كما تفاعل معها دانيال وأن تعيش لمجد الله كما عاش دانيال لمجد الله وأن تفرح بإلهك كما فرح دانيال بإلهه ومنشوف أنه هذا الصدى يرينا دانيال المحبوب في العهد القديم ومنشوف يحنى الحبيب في العهد الجديد هذا الصدى منشوف عندما ننظر إلى يحنى نرى يحنى يستسلم لمحبة الله إلى الكامل ويجلس في حضن الرب يسوع ويتكئ على صدره ويسمع نبضات قلب الرب يسوع فتقوى وعند الشدة وعند الضيق عند الاضطهاد عند الألم لمن الكل تركوا الرب يسوع وهربوا من الخوف ومن الارتعاب يحنى استمر يتبع يسوع وكان لا يهاب لأنه صدى المحبة تطرد الخوف من القلب صدى محبة الله في قلوبنا تطرد الخوف من حياتنا وأنا البدي ألكن اليوم كل مؤمن محبوب من الله وأنت يا أولاد الله أنت محبوبين الله بيحبكم وبيقول هكذا بهذا المقدار هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وأنا اليوم لمن بدي بدي أتكلم معاكم هل تدرك أنه الله بيحبك هل تدرك هذه المحبة هل تفهم معنى هذه المحبة هل تقدر هذه المحبة هل تقدر أنه الله بيحبك طيب إذا أنت عرفت أنه الله بيحبك بتقدر هذه المحبة كيف عم تتجاوب معاها كيف صدى هذه المحبة بحياتك كيف أنت بترد صدى هذه المحبة في حياتك بين الآخرين منشوف دانيال دانيال بيعرف انه الله بيحبه وبيعرف انه اله بيحبه ومنشوفه انه شاب في بداية حياته في طلعته في بداية ايامه السبية الى بابل يعني شخص كان عايش فرحان في بلده اجي جيش الاعداء وسباب وهناك صار اسير مزلول لم يتخلى عن محبة الله رغم الصعوبات رغم الضيء رغم الفشل رغم التحديات رغم الاوجاع ليش لانه بيعرف انه الله بيحبه بيقول هذه الكلمات انا في بلدي الله بيحبني وممكن يستخدمني واذا رحت الى بلاد الاعداء او بلاد الناس اللي هني سبوني ما بيحبه ممكن الله يستخدمني هناك ايضا والله من خلالي يستطيع ان يوصل الرسالة الى الاخرين الذين لا يعرفون الله اذا كان في دانيال في حياته صدى مهم لا يهتم بالاسر لا يهتم بالسجن لا يهتم بالخوف لكن كل ما يريد ان يوصل الرسالة الى الاخرين انه يوجد اله محب وهذا الاله بيحب كل البشر ولذلك لمن اختاروه من الشباب اللي اختاروهم حتى يوقفوا امام الملك هو اختير من بين هؤلاء الشبان وقالوا بدن شبان في عندهم حكمي في عندهم نظارة في عندهم طلي في عندهم جمال في عندهم كل هذه الامور اختاروا دانيال من بيناتهم ودانيال لمن اختير لم يتأثر بما قدم له من قبل الملك طبعا هيدول الاشخاص اللي اختاروا للملك قدم لهم كل الاطيب والاشياء اللي موجودة عندهم والاشياء اللي هني يعني ممكن تفرح كل انسان يعني اي انسان اللي بتقدم له الخير والاكل والبركة والاهتمام والرعاية والعناية بيفرح لكن دانيال لم يفكر في هذه كان كل تفكيره الله اللي بيحبني كيف بدي امجد اسمه الله اللي بيحبني كيف انا بدي رد صدى محبته كيف انا بدي امجد الله فبيقول الكتاب قال لمن اجوي ادمولا الاطيب قال اما دانيال فوضع فجعل في قلبه ان لا يتنجس باطيب الملك ولا بخمر مشروبه يعني حط في قلبه اني انا بدي عيش لالله لا الاكل بهمني ولا الشرب بهمني ولا الرفاهي ولا اي شيء اخر كل ما يهمني انني اريد ان امجد الله في حياتي هيدا صدى المحبة لانه الله بيحبه فهو هم بيشوف انه عم يتفاعل مع محبة الله لمن شخص بيقول لك انا بحبك شو بتقله انت كيف بتتفاعل معه كيف بتردله هذا الصدى ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي شو بدي اعمله شو بدي اقدمله بيقول كأس الخلاص اتناول وباسم الرب ادعو يعني انا بجاوب الله فيها نفس المحبة في نفس الصدى الله بيقول لي انا بحبك انا بقول له يا رب انا بحبك لكن احبك لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق يعني حياتي بدأ تكون بركي لمجد اسمك وحياتي هي لألك وبيقول كتاب عن دانيال تفاعل مع هذه المحبة ووضع في قلبه ان لا يتنجس من اطيب الملك ولا من خمر مشروبه وايضا دانيال وضع في قلبه انه انا بدي يكون بركي وتأثيري جيد على الشبان اللي حوالي ففي ناس تقربوا منه في ناس بتعادوا عنه وهيدي حالة دنيا اليوم انت بتكون شاب مؤمن بتحب الله في ناس بيزعلوا منك لانك مؤمن بتحب الله في ناس بتقربوا منك لانك بتحب الله وتقربوا منه الشباب اللي كانوا شدرخ وميشخ وعبد ناغو هؤلاء الشبان اللي تأثروا من حياة دانيال وكان تأثير دانيال تأثير مبارك على حياتهم لها السبب طبع فيهم هذا التأثير المبارك وصدى محبة الله لا لك صدى هذه المحبة يجعلك ان تترك تأثيرا مباركا على الاخرين تأثيرا جيدا يتأثرون من إيمانك يتأثرون من حياتك من بركتك لانك بتحب الله اني بصير يحب الله مثلك عندك إيمان بصير عند الإيمان مثلك بيتمثل فيك بيقول بولوا استمثلوا بي كما اني انا بالمسيح مشيه ولذلك الكتاب بيقول كن بركة كن بركة اذا سؤالي هل هل صدى محبة الله لألك عم بيخليك تكون قائد جيد والناس تمشي بالطريق اللي انت ماشي فيه ويتبعوا الإيمان اللي انت فيه وهيك بيفرحوا منشوف الفتيان الثلاثة لمن واجهوا الموت ما كانوا يخافوا لمن واجههم الملك وقال لهم ربما انتوا لمن اسمعتوا صوت الناي والمزمار وهيك ما انتبهتوا الآن بعد لكم القضي وبعدين بتسج دولة مسال الدهب اللي انا صنعتوا قالوا له هالكلمات ليكن معلوما لديك ايها الملك اننا لآلهتك لنسي اللي بدك تعملوا فينا اعملوا نحنا عنا ايمان بإلهنا نحن نسق بإلهنا هذا التأثير المبارك اللي تركوا دانيال على هؤلاء الشبان جعلهم ابطال الامان ابطال الامان والكتاب سطر هذه البطولة من تأثير دانيال على حياة هؤلاء الشبان ومنشوف اذا صدى محبة الله في قلب دانيال خليته يحب الله خليته يكون شخص مبارك خليته وانا بدي اسألك هل تدرك انه الله يحبك سؤالي هل تدرك انه الله بيحبك هل تعرف انه الله بيحبك سؤالي ما هو صدى محبة الله في حياتك كيف تتجاوب مع هذه المحبة كيف انت اليوم بتعامل او بتعيش حياتك هل بتبرهم في حياتك انك انت بترد الصدى لالله بمحبة الله بتقول له يا رب انا بحبك انا بدي عيش اليك انا بدي اكرم اسمك بيقول الكتاب كان عند دانيال كان في عنده اعداء والاعداء كانوا يعني كانوا بيستغلوا الفرص حتى يلاقوا فرصة ويقضوا فيها على دانيال بيقول فتشوا في حيات دانيال ولم يجدوا اي شيء الا من ناحية الهو يعني ما ادروا لقوا اي ممسك عليه الا انه بيحب الله ها حلوة هذه الفكرة وانا اليوم بدي اسأل لو الاعداء يفتشوا بحياتك شو الممسك اللي بيلاقوا عليك شو الاشي اللي بيلاقوا ضدك هل بيقولوا ما منقدر نلاقي شيء انه بس انه بيحب الله هذا كل المماسك اللي عندهم لما نفتشوا في حيات دانيال قال ما قدروا يلاقوا اي شيء عليه ضده الا انه بيحب الهو طيب شو بيعملوا قال اه معناته خلينا نخطط خطة ونخلي دانيال يوقع فيها وهذه الخطة انه نتخلص من دانيال فيها فاجوا على الملك وخدعوا الملك بكلامه وقالوا له يا ملك انت عظيم وانت قوي وانت جبار وبدنا نحن كل الشعب يخطع لك ويهابك ويحترمك فلمدة ثلاثين يوم ما حدا بيطلب او بيطلب اي طلبة او بيصلي الى اله غيرك انت بتصير مثل يعني بتصير الله والملك عجبيته الفكرة انه عم بيرفعه فيه وبيعظمه فيه لكن الملك ما كان عم بيفكر انه هو بدوسيء لدانيال لانه دانيال كان محبوب من ابل الملك ومحبوب وبيقول كتاب انه طلبه من الملك يمضي القرار ومضي القرار وكان القرار انه اي شخص بيطلب اي طلب او بيسأل اي سؤلة او بيصلي لاي اله غير الملك يرمى او يلقى في جب الاسود وطبعا ما كان تأثير يعني شو تأثير هذا على حياة دانيال سؤالي اليوم اذا انت بتعرف انه الله بيحبك لمن بتواجهك الصعوبات والتحديات ماذا تفعل ماذا تفعل حين تواجهك تحديات كبيرة مثل هذه يا رب انا بحبك بس هلأ اذا بدي صلي لك رح يرموني في جب الاسود شو بعمل يا رب قال حياتي ليست عزيزة علي يا رب سأحبك الى المنتهى وان كانت محبتك تؤدي بي الى الموت فانا يا رب مستعد وهيدا القرار اللي اخذ دانيال في حياته انه يا رب انا بحبك يا رب انا بعبدك يا رب انا بصلي لك ما حدا بيقدر يغير هذه الحقيقة في حياتي ما حدا بيقدر يوقف بيني وبينك لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح وهذا القرار اللي اخذ دانيال بيقول الكتاب راح على بيته مثل عادته وقواه مفتوحة وسجد وحمد قدام رب السماء وقال خلي البده يعرف يعرف انا مش ممكن اسجد للملك لانه عندي اله حي انا ما بعبد اله اخر غيره هذا الاله بيحبني وانا هلا الان لمن عم بقدم حياتي لاجله انا مش خايف على حياتي انا بعرف انه هو بيحبني وانا هلا الان مستعد ان ابرهن لالهي انه الهي انا بحبك وانا مستعد اموت لاجلك وبيقول الكتاب انه لمن شافوا الاعداء عم بيصلي لالهه وهذه عادته لانه كان هو رجل صلاة ولانه بيحب الله هو رجل صلاة كان بيصلي كل يوم مش عم يتحمس او يعمل اشي غير اعتيادي بالنسبة له الاعتيادي بالنسبة له انه كان يجي ويصلي ويسكب قلبه امام الله وهيك استمر في حياته الطبيعية امام الله يصلي واجه وخبره الملك يا ملك القرار صدر منك والقرار مكتوب وكان معروف قديما انه شريعة مادي وفارس لا تنسى والملك لمن بيمضي قرار او بيقول كلمة ما كان ممكن يتراجع عنها وكان القرار المكتوب انه مثل هذا يلقى في جب الاسود واللي انا بدي اقوله وكان القرار انه يلقى دانيال في جب الاسود وانا اللي بدي الكن اياه هل دانيال خاف من هذا القرار هل دانيال ارتعب امام هذا القرار يا رب اجي الوقت حتى ما جد اسمك لو بموتي ولذلك محبة الاسود المفترسة الى اصدقاء حتى احد الخدام مرة كان بعبر وكان بيقول انه دانيال في هديك الليلي اجت الاسود اجتمعت حط بعضها ونامه ودانيال حط راسه ونامه وتريح وكان دفيان الاسود كان بتدفيه وكان مرتاح ليش لانه الاسود المفترسة الوحوش المفترسة صارت اصدقائه لانه اله السماء رب السماء هو معه ويقول انو الله كان موجود معه في جب الاسود لانه الله بيحبه لمن الله بيحبك لا تخف لا تخف من سوء لا تخف من شر لا تخف من اي شيء الله معك ينجيك الله يباركك الله يعزم اسمه في حياتك وهيدا الاشيء اللي الله صنعه في حياة دانيال أنه باركه و نجاه من فم الأسود بالمقابل لمن اجا الملك و نداه هل إلهك اللي انت بتعبده ادري نجيك و كان الإجابة إلهي حي إلهي ادري نجيني إلهي عظيم و أنقذ يعني أخرج دانيال من جب الأسود و لمن ألقي أعداء دانيال في الجب بقول الكتاب الأسود مزقتهم إرب إرب لأنه و هيك بيقول يسقط عن جانبك ألف و ربوات عن يمينك إليك لا يقرب إنما بعينيك ترى وتنظر مجازات الأشرار اللي أنا بدي أقول لك إليه هل أنت هل أنت تدرك محبة الله إليك هل متكل على محبة الله إليك هل واسق من هذه المحبة هل عم ترد صدى هذه المحبة في حياتك و عم تقول له يا رب أنت بتحبني بيقول الكتاب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا المحبة صادرة منه لكن أنا عم بتجاوب مع محبته أنا عم بشكره على هذه المحبة و عم يقول له أشكرك لأنك أنت بتحبني و أنت موجود معي و أنت بتباركني ولذلك كان دانيال هذا الشخص اللي بيحب الله كان عنده رؤية عظيمة رؤية لمستقبل لشعب الله بيشوف إذا بتقرأوا للصاحة الحادي عشر و للصاحة الثانية عشر بتشوفوا أنه الرؤية اللي تكلم فيها عن المستقبل و عن السنين المقبلة اللي بدأت تواجه شعب الله في الأيام الجاية إذن الله كان بيقل له أنه شو بده يصير و بيقول لي دانيال كشف هذا الأمر و بتعرفوا اللي صار معه شبيه باللي صار مع بولوس تتذكروا بولوس لمن كان رايح إلى دمشق و بيقول كان اللي معه موجودين لمن أبرق نور حواليهم الناس سمعوا و ارتعبوا هو شاف النور هني ما شافه بيقول هو شاف الرؤية الرجال اللي معه و وقع عليهم ارتعاب و خافوا و ما عرفوا شو عم بيصير لكن حضور الله في المكان يعني جعل الكل يرتعبوا و يخافوا لأنه الله موجود و هيك الله كشف في رؤية لدانيال ماذا يحدث في المستقبل إذن دانيال صاحب رؤية من عند الله دانيال كان عنده عيون مفتوحة حتى يشوف شو الله بده يعمل بالمستقبل و انت اللي بتحب الله الله يريك يريك مجده يريك عمله يريك قوته يريك ما يريد الله ان يصنع في المستقبل و يريك امجاد الله في الايام المقبلة إذن الله يريه اللي بيحبه بيورجيه شو بده يعمل و نحن اليوم نشوف يد الله المفتوحة يد الله القوية يد الله الممدودة لتعمل في الجميع إذن هذا ما شفناه في دانيال و أنا سؤالي هل دانيال هو وحده المحبوب ولا كل شعب الله محبوبين إذا بتلاحظوا في سلسلة في سلسلة في العهد القديم من الأحباء و المحبوبين من شعب الله و نشوف كل واحد تفاعل مع محبة الله بطريقة مختلفة لو قداش يعوزني الوقت لو بدي خبركم عن إبراهيم عن إسحار عن يعقوب عن أبطال الإيمان في العهد القديم عن أبطال الإيمان في العهد الجديد عن أولاد الله المقدسون بيقول أنتم محبوبون في الرب عن هيدول الأشخاص المحبوبين إذن الله محبته شاملة و واسعة و بتشمل الجميع و هي بتشملكم أنتم اليوم صدقوني محبة الله لكل واحد منكم بهالمقدار اسمع حط اسمك مع هذا أيها المحبوب الله بيقولك محبوب أنت محبوب الله بيحبك و محبة الله عظيمة لألك و محبة الله متسامية إلك لكن سؤالي أيها المحبوب كيف تتعامل و كيف تتفاعل مع محبة الله هل بترد هذا الصدى لأله و مثل ما رده دانيال مثل ما رده يعني يحنى الحبيب مثل ما رد إبراهيم مثل ما هالأبطال الإيمان تجاوبوا مع الله مثل رجال الله القديسين كيف تجاوبوا مع هذه المحبة و عاشوا لأله و كرسوا حياتهم لأله إذن أنتم محبوبون الله أحبنا في المسيح و دم المسيح سفك لأجلنا هذا عنوان المحبة العظيمة لذلك يقول محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة يعني رحمة الله هي موجودة على الدوام لكي تعبر عن محبة الله و بيجي الشيطان يهاجمنا و بيشككنا و بيقلنا أنه الله نسيكم الله مش عم يستجيب صلواتكم و كان بيقول الكتاب دانيال كان واحد و عشرين يوم صاقط على وجه عم بيصلي بيبكي و بيطلب من الله و كأنه لم تستجيب الصلاة كأنه الله مش موجود و بيقول الكتاب انت وانت فانتظرها لأنها تأتي اتيانا و لا تتأخر الله في طريقه لعندك الله جايك و خطواته متجهة نحوك الله جاي لعندك حتى يقول لك من أول يوم انت صليت أنا اسمعت صلاتك من أول يوم يعني أنا مش متأخر عليك أنا بحبك و هيك من شوف الكتاب انه هناك مقاوم يقاوم أولاد الله وأولاد الله محبوبين و عائلة الله هي الكنيسة هذه العائلة المقدسة الله افتداها بدمه الكريم افتداهم بالدم اشتراهم دفعت منهم غالي انتوا يا أولاد الله تمنكن غالي جدا بيقول الكتاب اشتريتم لا بأشياء تفنى من فضة أو دهب من سيرتكم الباطية الباطلة بل اشتريتم بدم كريم كما من حمل بلعيب دم ابن الله دم المسيح هذا الدم الأزلي اللي هو دفع تمنك فيه لأنك غالي جدا انت غالي و محبوب على قلب الله الله بيحبك هل تدرك هذه المحبة هل تدرك محبة الله لحياتك وهل تسير في رضاء الله وتقوله شكرا يا رب لأنك بتحبني في ناس في ناس اللي فيه أولاد بيحرقوا قلب أهليهم لأنه ما بيقدركوا محبة أهلهم لألهم ما بيدركوا محبة أهليهم لألهم يعني بيعيشوا في الطيش في الخطيئة في البعد عن الله والأهل قلوبهم بتتقطع عليهم لأنهم بيحبوهم و بدم مصلحتهم و بفكروا أنه هني عم يطلبوا منهم أشياء هني ما بيحبوها فبيبعدوا و بصيروا يعملوا الخط و كتير من المؤمنين مرات بيبتعدوا عن الله بسبب عدم إدراكهم لمحبة الله لألهم بصيروا يعملوا على مزاجهم و بفكروا أنه إذا بدي طيع الله الله عم يحرمني من كذا و كذا و كذا ما بيعرف أنه هذا لخيره الذي يريده الله لك هو أفضل مما تريده أنت لنفسك و الذي يعمل الله لألك أفضل من الذي أنت بتعمل لنفسك لذلك ضع يدك بين ضع نفسك بين يدي الله و أقول لرب لتكن يا رب إرادتك في حياتي تعرف المرنم بيقول هذه الكلمات خذ بيدي و قدني كما تشاء حتى أرى في ليلي نور السماء يسوع سر أمامي فأتبعك و حيث ما تسير بي أنا معك يا رب مثل ما أنت بدك خدني لأني أعرف و أنا متأكد من محبتك إلي إذن وهيك هذه الكنيسة كنيسة الله لازم نشجع بعضنا البعض على الخير و على المحبة كل واحد مننا يقول له يا خي الله بيحبك أبونا السماوي واحد هو الآب السماوي بيحبني و بيحبك بيحب كل واحد مننا منشجع بعضنا على الخير و منشجع بعضنا على السير في رضا و هيك منشوف أنه كان تأثير دانيال تأثير مبارك على الذين حوله على الشباب الذين كانوا حوله و كان يؤودهم إلى الإيمان و أنا أصلي وأصلي من كل قلبي أن يكون تأثير كل واحد منكم تأثير مبارك على الذين من حوله لكي يقودهم ويشجعهم في الإيمان لمجد الله وامتداد ملكوته هذا أبسط شيء منعبر فيه عن محبتنا لالله أبسط شيء نعمله منعبر عن محبتنا للرب يا رب منقله ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب يعني يا رب أنا جبت لك هيدول لألك هيدول أنا شجعتهم حتى يعيشوا لمجد اسمك ويكرموا اسمك والله بيفرح لأنه الله بيحب أنه كل الناس يخلصوا وهي منشوف تأثير هذه المحبة يتفاعل ويسري في قلوب المؤمنين أولاد الله لذلك منشوف في ناس بيدركوا هذه المحبة أكتر من غيرهم في ناس بيحسوا في هذه المحبة أكتر من غيرهم فمن هيك منشوف تأثير هذه المحبة ظاهر في حياة أناس أكتر مما ظاهر في حياة الآخرين لكن السؤال هل الله لا يحب الاخرين قال الله ما بيحبهم الله بيحب الكل لكن في ناس قدروا يفهموا ويدركوا مدى محبة الله لهم ويتفاعلوا معها ويعيشوا معهم تعرفوا في بعض الناس بيقولوا يا رب انا بحبك ولكن انا بحط و لكن بحط نقطة وبيبدأ بحب كذا و كذا و كذا و كذا و كل هذه الامور بتيجي بالأولوية قبل الله و هذا بيكون ادراك و بسيط لمحبة الله لأله الله بده يفتح عن عيوننا انا اصلي لكي يكشف الرب عن قلوبنا و عن حياتنا و عن كل ما فينا حتى ندرك مدى محبة الله العظيمة المتسامية تعرفوا بعض الناس بيتدايقوا و بيتعبوا يا رب ليش انا في ضيء ليش انا في تعب ليش انا في هذه الامور عم تواجهني و انا بشوف دانيال هون انه شخص طول في الصلاة و هو بيتألم و بيبكي و بيصارع و هذه اسابيع ايام كان بيبكي و بيصلي فيها و كأنه صلاته لم تسمع لكن الله بيقول لا لا تخاف انت انا اخترتك لانك تستطيع ان تحتمل انا اخترتك انت لاني استطيع ان اتمجد في حياتك اكثر من غيرك استطيع ان اتمجد فيك اكثر و اللي بدي لكم ايام لما نحن تزداد الالام علينا خليني اعطيكم حياة بولوس بولوس بيقول انكسرت فيه السفيني رجم ضرب بالعصي طرح بين حي و ميت اكثر من مرة و كل مرة كانوا يقلوا قال ظاهر فيه جسد سمات الرب يسوع المسيح و بيعتبر هذه السمات و هذه العلامات من الاضطهاد و الالام اللي واجهته هذا وسام و نشان لأله انه بيحب الله اذا ما تخاف من هذه الامور اللي بتواجهك في حياتك ما تخاف من هذه الالام اللي بتعصر قلبك و بتدايئك لانه هذا نشان انك انت بتحب الله و ابليس عم بيشن حرب ضروس ضدنا و انا اليوم بدي اقلكم انه هدف ابليس مش انت مش نحن الهدف ابليس هدف انه يعطل مجد الله و يعطل علاقتك بالله هو عم بيحارب الله مش عم بيحاربك انت انت اذا بتمشي معه و بيتركك ما بيهمه امرك ولكن هو يحارب الله اللي فيك لذلك نحن نتحدى ابليس و نقول له نحن نحب الله و نحن نعيش للرب و نحن سنواجه كل تحدياتك ايها الشرير و سنسحق كل قوتك و بيقول كتاب و اله السلام يسحق ابليس تحت رجلكم سريعا ما تخافوا لانه الله اللي بيحبكن هو معكم و انتو تمسكوا بصدى هذه المحبة و ما تخافوا و بيقول كتاب يعني دانيال كان محبوب لانه هذا الشخص ظهر لقلنا نحن محبوب اكتر من غيره منشوف ليه لانه قدر يفهم محبة الله قدر يفهم محبة الله و قدر يتعامل مع هذه المحبة و قدر يتجاوب مع هذه المحبة اكتر من غيره في غيره ما كان قادر يفهم شو معنات محبة الله ما انا قادر يوضع نفسه في التضحيات في الالام في الصعوبات فلذلك صلاتي فانه نحن نقدر نفهم معنى محبة الله الى النهاية في حياتنا و نتجاوب مع هذه المحبة و الله سيتمجد في حياتنا الى التمام و لذلك منشوف الامان ما في انا نيفي في عطاء ما بيريد لنفسه بيريد مجد الله لتكن لا ارادتي بل ارادتك و هذا اللي شفناه في الرب يسوع المسيح لما كان موجود في البستان و عم بيصلي و كان بيقول له ان اردت ان تجيز عني هذه الكأس لكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك انا اتيت لاجل هذا اذا حياة الايمان حياة اللي بتمجد الله بدنا نمشي مسيرة تمجد الله وتعلن حق الله وتعلن ان الله بيحبنا و لما نحن من ورجل الاخرين ان الله بيحبني انا بحبه انا بحبه لانه بيحبني وهذه بتعطينا صورة نوع من بطولة اسمه بطولة الايمان و الرب يتمجد و لاسم الرب كل المجد من الان و الى ابد الابدين امين دعونا جميعا نسكب قلوبنا امام الله بالصلاة كل واحد فينا يسكب قلبه ادام الرب بالصلاة الله بيحبك هل عم تتفاعل مع هذه المحبة هل عم تقدر هذه المحبة هل عم تواجه ابليس و جنود الشر بتمسكك بهذه المحبة الله بيحبك الى المنتهى يقول محبة ابدية احببتك الله بيحبك لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي الله مشتركك اذا ما وصلت الصلاة لا لك الان لانه في عدوه عم يعطل وصولها لكن الله سيستجيب لانه الله استجاب من وقت ما انت بدأت تطلب قل له يا رب اشكرك لانك سمعت واستجابت قل له اشكرك لانك ابتدأت تعلن لعبدك انه استجابتك استجابة حقيقية دعونا جميعا نقف لكي نصلي دعونا جميعا نقف لكي نصلي يا رب نشكرك انت الاله العظيم القدوس والان نحن نقف امام هذه المحبة العظيمة التي احببتنا بها وانت تقول لكل واحد مننا انت محبوب يا رب نشكرك لانك احببتنا يا رب دانيال ادر يفهم صدى هذه المحبة يوحنى ادر يفهم صدى هذه المحبة الرسل ادر يفهم صدى هذه المحبة ابطال الله في القديم ادر يفهم صدى هذه المحبة ساعدنا يا رب لكي نفهم صدى هذه المحبة ونتمسك بمحبتك ونشكرك لانه مكتوب انت وانت فانتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر يا رب من اول لحظة انت تسمع وتستجيب يا رب نصلي ونشكرك لانك انت يا رب شفيت عبدتك ابتسام من اول لحظة يا رب صلينا وطلبنا لاجلها ونشكرك لانك استجابت ونصلي ويا رب نشكرك لاجل كل مشكلة يا رب صلوا الاخوي لاجلها ان كانت كبيري او صغيري من اول لحظة انت استجبتها والتأخير موجود بسبب العدو بسبب ابليس ولكن نحن واثقين انه كل مؤمن صلى كل مؤمن طلب طلبي من عندك كل واحد يا رب عنده صلاة خاصة طلبها منك انت استجابت الصلاة يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر يا رب اتينا اليك وانت سمعت واستجابت واحببتنا محبة عظيمة محبة لا متناهية نشكرك نشكرك لان صلواتنا مستجابي وانت تستجيب من البداية تستجيب انت القدوس المبارك ساعدنا يا رب لكي يا رب نتفاعل مع هذه المحبة ونتمسك بمحبتك الى النهاية ونحبك في حياتنا ونكرم اسمك في حياتنا ونرفع اسمك ونعليك لانك اله مبارك اله مجيد تستحق الشكر والاكرام والسجود والعبادة من الآن وإلى أبد الآبدين آمين آمين اتفضلوا استريحاً بقلوبنا بالصلاة قالوا أشكرك يا رب أتبعك ربي يسوع أتبعك بلا رجوع أشكرك يا رب لأنك بتحبني أشكرك من أجل محبتك العظيمة أشكرك لأنك تناديني محبوب أنت تحبني يا رب أشكرك أشكرك من أجل هذه المحب أنت يا رب حبيتني وما فيني شي بينحب أحببتني فضلا لك كل المجد يا رب أرجوك يا رب أن تمد يدك وتلمس كل رأس منحني أمامك الآن وتؤكد هذه المحبة وتثبتها في القلوب وتفتح قلوبنا وعيوننا لندرق مدى محبتك لنا ونتفاعل مع هذه المحبة ونرد صدى هذه المحبة لكي يتمجد اسمك في حياتنا ولإسمك نعطي كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين والآن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين محبة الله الآب